فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فذم اليهود على ما حسد المؤمنين على الهدى والعلم وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح أول الجملة نعم حين ذكر ما ذمه الله على هؤلاء قال إنه قد يبتلى من وجه التشبه قد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح وهو خلق مذموم مطلق نعم قد يكون من هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى فيحسد أهل الفضل الذين آتاهم الله الفضل والعلم والعمل يحسدهم وهذا تشبه باليهود والنصارى الذين حسدوا المسلمين نعم فالشيخ يحذر من هذا نعم قال وهو خلق مذموم مطلقا وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم نعم وهو هذا الحسد الذي يحمل بعض الناس على تنقص أهل الحق وأهل الخير والحق من قدرهم لا لشيء إلا الحسد إلا لفضلهم حسد الفتاة إن لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا 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 إنه لدميم فهم ففي هذه الأمة من أهل الحسد من يتصف بصفة اليهود والنصارى فيحسدون أهل الخير أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله والحسد هو كما ذكرنا تمني زوال النعمة عن المحسود وهو خلق ذميم فهذا فيه التحذير من الحسد لأهل الإيمان وأن نعرف لأهل الفضل فضلهم وأن لا نحسدهم على ما أتاهم الله لكن ينبغي أن نسأل الله أن يعطينا مثلهم سما قال صلى الله عليه وسلم لا حسدا إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه ويعمل به فيراه من يراه فيتمنى أن يكون مثله وهذا فيه خير تمني أن تكون مثل أهل الخير هذا فيه خير وتؤجر عليه تؤجر على نيتك الصالحة أما إذا تمنيت زوال النعمة فهذا هو الحسد المذموم فالحسد على قسمين حسد مذموم وهو تمني زوال النعمة عن المحسود وحسد محمود وهو تمني أن تكون مثل أهل الخير وتعمل بعملهم وتنال مثل أجرهم نعم ترجمة نانسي قنقر